موسيقى ارجعناكم بدنيا دنيا رح نتحدث الآن عن حملة توعوية لمرض اللي بيصيب المفاصل الريثياني تحديدا للأطفال هناك حملة توعوية مهمة جدا قامت فيها مشكورة ست نايري ماركريان وهي مؤسسة ورئيسة الجمعية الأردنية لمرضى الروماتزم وردة الأمل كيفك نايري؟ أهلا دانا أهلا وسهلا فيكي بدي أحكي لكل بيتابعك أول مرة نايري من الضيوف الدائمين كانت في دنيا ودنيا وتحدثنا ماليا عن الجمعية اللي طبعا مشكورة جهودك بتأسيسها والتوعية بهالمرض المرض اللي يصاب أو كتير أطفال مصابين في مرض يصيب المفاصل ويدعى بمرض التهاب المفاصل الريثياني قبل ما نحكي عن الحملة التوعوية نايري أنت من الأشخاص اللي عانوا من تفاصيل هذا المرض بطفولتك فلو بدنا نحكي عنه وأهم أعراضه وأهم المشاكل ممكن يتعرض لها الطفل بتفاصيل حياته اليومية شكرا دانا هلأ الطفل ممكن يصاب بإيشي اسمه التهاب المفاصل الريثياني من عمر سنتين وطالع وممكن يكون أقل هلأ هو بالمحصل اللي بيكون من جهاز المناعة يعني فيه إفرازات معينا بالجهاز المناعة بتيجي حتى تحمل مفاصل لكن ما بتتعرف على المفاصل فبتحاجمها هلأ بتعمل تشوهات انغلاق بالمفاصل أداء الوظيفة بتخسر المفصل بتأسر كمان على العيون بتعطي مرض اسمها يوفي آيتس بيخف النظر كتير زائد انها بأسر للأجهزة الداخلية للجسم فبمناسبة الحملة الوطنية لالتهاب المفاصل الريثياني للأطفال احنا كل سنة منحتفلها بس هاي السنة احتفلناها بطريقة مختلفة تماما نعم نتيجة اللي عم نسمعه ونشوفه بالجرايد الأطفال اللي عندهم إعاقات معينة عم بتأدوا يعني عم بتعرضوا للسخرية بالمدارس أو عدم تقبل الأهل والمجتمع بشكل عام فهو مؤرد التهاب المفاصل الريثياني إذا تم تجاهله وعدم علاجه بأدي لأعاقات وإعاقات منها مرئية وإعاقات ظاهرة أو غير ظاهرة فأنا من متبعتي كمان للجرائد شوفت قد في أطفال عم بيعانوا بالمدارس أنا هاي المعاناة اتعرضت إلها لما كنت صغيرة يعني خلينا نحكي بالسنة التمانينات لما كنت بروح على المدرسة كنت كتير بعاني من عدم تفهم المدرسة حتى المعلمين يعني مش عم نحكي على الأطفال حتى المعلمين المفروض على ثقافة ووعي ودراية ما كانوا متفهمين وللأسف ما بيعطوا لنفسهم فرصة أنهم يعرفوا يعني مثلا أنا كنت أطول واحدة بالصف وكنت باخد كورتيزون كنت بنصح بس لأنه في عندي ضعف شديد بالعيون وعين واحد فأدتها من وراء المرض والعين الثاني كان جدا ضعيف بأشوف بها خيال كانوا بقعدوني بأول صف بس مع هيك مثلا ما كنت بقدر أشوف اللوح كويس دفتر الرياضيات كان حسابات عندنا مربعات إيدي ما كنت بقدر أمسك الألم فكان في سيرتن ديسكريمنيشن وابيوزيشن كنت بتعرض إلها بالمدارس لكن اتفاجأت أنه حتى اليومنا لهذا يعني أنا كنت بفكر بالتمنانات وخلصت هذا الحكي اتفاجأت أنه اليومنا هذا ثرو الليف كوتينج بروغرامز والسيبورت جروبز اللي منعمل لأهالي الأطفال بتلاقي وين المشكلة الرئيسية المشكلة الرئيسية المجتمع الخارجي والمدارس بعدم تفهمهم فهي السنة احنا عملنا هاي الحملة بالتعاون مع مبادرة مدرستي هم بالصيف عندهم مراكز تقوية اتعاوننا أنه بخمس مراكز تقوية نروح ناخد الأطفال الطلب والطالبات من صف خمس ابتدائي لغاية السابع ونعمل لهم قصة حياتي أنا وكيف عانيت بالمدرسة ومين اللي عملي سبورت من أهلي واخوتي وكيف يعني إيش أهمية المجتمع المحلي أنه يتفهم المريض مش الشفاء يتفهموا ويعرف كيف يتعامل معه احتياجاته وبشكل رئيسي ركزنا على الأسرة وعلى الأم أنه كيف هي كان دافع طبعا احنا هاي القصة بشكر الكاتبة يغسرين غصاوني هي اللي قعدت معي وحكيت عن حياتي كتبة القصة احنا ويدليفرد المسيج عن طريق بابيتس لعبة الدماء كان في عنا أربع شخصيات رئيسية اللي هي أنا وإمي وطالبة بالمدرسة كانت زميلة عمقاعد الدراسة اسمها كارولين فخوري فواجهة لها الشكر يصدقوا على اتصال انت كارولين على الفيسبوك تعرفي زمال الالكترون وكانت في عندي شخصية مدرسة الرياضيات اللي هي فعليا أنا لهلأ عندي عقدة إشي اسمها الرياضيات لأنها ما كانت تتقبلني نربط دائما حبنا المادة في المدرسات وهذا أنا صوت بحب أوجه لكل المدرسات بغض النظر إيش مادتهم اللي بدرسوا حبي بحالكم للأطفال لأن الطفل مربوط ذهنه لحب المادة مع المدرسة فبالقصة هو عم بيحكي عن حياتي أنه أنا كيف بصحص بحب بكون في عندي تايبوس ماما بتحملني بتغسل وشي كيف كنت بكره أروح على المدرسة لأنه كنت مادة الرياضيات المعلمة ما تتفهمني فبالتالي كانت تضربني تنتهرك كارث لأنه ما كنت تقدري تمسكي الألم كنت بقع من إيدي الألم زي ما قريت القصة وبالتالي تعرفت على صاحبتي كارولين صرت أحكي لكارولين إيش هي معاناتي انبساطت إنها سمعتني صرت أحكي إيش أمنيتي كان مثلا أمنيتي أوقف طبور مدرسة أحكي نشيد الوطني أمنيتي كان أنزل ألعب بالفرصة كان أمنيتي إنه بوقت الفن أقدر أقصه وأرسم الكرتون فحكينا بهذا الموضوع كيف كارولين اتفهمتني كارولين أنا بتذكر لغاية صف سادس ابتدائي كانت تحمل شنتتي لما أهلي بدهم يجوا يخدوا تمسك إيدي وتحمل شنتتي وتوصلني لسيارة طبعا أنت ما بتقدري تحملي أوزان ما كنت بقدر أحمل أوزان فركزنا على هذا الجوز ركزنا على الجوز التاني إنه كيف الأسرة يعني عمستوه لما أنا كنت صغيرة بدنا نشتري فعليا لحد هلأ إذا بدنا نشتري فرنيترز أشياء دائما أخلي بيأخدوني بطلع عشان أنا إيس هذه مهمة هذه بدي أستوقف عنها نايري أول إشي مش أي شخص بيعاني من مرض أو بيعاني من مشكلة بيقدر مع الصعوبات الجسدية اللي أنت مريتي فيها بيقدر أنه يحمل هذا الهم على عاطقه الشخصي ويقوم بتأسيس جمعية ونشر الوعي فهذا يعني يحتسب لك ومنشكرك علي نايري وهذا بدنا قداش أنت إمرأة شجاعة ومؤمنة بدي أرجح كمان من خلال هالفقرة هي الفقرة التوعوية عن الحمل اللي عملتها لها الأطفال الأطفال اللي بيعانوا من مشاكل دائما وجهة تحية برضو لوالدتك الداعم الرئيسي هي موجودة معك اليوم لأنها شخص رائع ومن وراء دعمها أنت طلعتي امرأة قوية وحملت هذه الرسالة لأطفال تانية إذا بدنا نقرب مشكلتك من قصة بمجتمع للأردن اسمعنا عنها قبل فترة طفل بي الزرقة انتحر لأنه شكل يدو مختلف عن الطلاب وهم يعني مش تنمر حتى هو نوع من عدم التفهم فخلينا نحكي بالبداية عن تفهم الأهل يعني الأهل إذا قدروا زي ما والدتك تفهمت حالتك الطفل بيشير شوي متقبل حالته وبعدين نحكي عن المدرسة والمعلمين وكمان تقبل المجتمع يعني إحنا دورنا نحتضنهم إحنا دائما نكره المختلف عننا بدنا يكونوا كافي بيست عنا يعني نسخة تتواصل سواء بالأفكار أو بأي إشي بتحسي إنه بدينا نتغير بدينا إن إحنا نتقبل غيرنا ونحترم اختلاف غيرنا شوفي أحكي لك بصراحة بقولك ما بكون سادة زلتلك وبكون كتير سلبية زلتلك لا لكن في مودراتين مثلا أنا أحكي لك لما قلنا هاي الإصة كانت الصبيهي بتلعب البابيت وبعد كل مثلا صفحة بوقف أنا بوقف المسرحية وبناقش مع الأطفال هلأ الإشي الحلو ليه أنا حتيت قصة حياتي بهذا الموضوع الأطفال مش مصابين مدرس عادية فأنا حتيت موضوع الإصة لأنه بالنهاية أنت لما قريت المعاناة وإشي فقبل ما نوصل على الخاتمة سألت الأطفال قلت لهم فكركم هلأ وين هي نايري فواحدة قالت نايري دكتورة واحدة قالت أنه نايري هلأ ممرضة واحدة قالت كل واحد يعني من خيالهم فلما وقفت قلت لهم نايري هي هايها قدامكم عامل الجمعية وكملت الماجستير طبعا هي الإصة تحكي اتفاجأت دانا رغم صغر سنهم في منهم بكوا في منهم دمعوا في منهم ركضوا بوسوني فأحنا حتينا هاي الإصة بزاتا حتى نعطي من واقع الحياة أنه مش دايما بس أحنا نسمع قصة وممكن نتخيل أنه أبطالها موجودة أو لا بس هذا كان اللي حبيت فيهم أنه هم كتير اتحمسوا بعدين أحنا طلبنا من الأطفال أنهم يبلشوا يرسموا على موضوعين قلت أنه إيش اللي فهمتوا أنتوا من القصة بس بطلب منكم سواء كان من نظر إيجابية أو سلبية أرسموا فعلا دانا أنا كنت حابة أجيب كل الصور لا إحنا اخترنا هدولة الصور هلا رح نستعرضهم وهي ردة الفعل للأطفال هلا الأطفال في منهم مصابين لا ما في مصابين لكن حلو أنه مثلا بسألوا أنه أنسي تعرف عندي واحدة زي حالاتك كانت بالضبط صاروا يربطوا فلما طلبت يرسم مثلا هون في طفلة طالبة راسمة أنا وصغيرة بتقول يأساني وأنا شوي عم بكبر بقول إيش مكتوب هنا نايري هيك سريعا يس وآخر إشي هون عم تحكي أنه نايري كبرت وكملت الماجستير وأسست جمعية تساعد الأطفال هاي إذا شوي بستقلي بيها عطول عطول هون طالب رسم جاجة وورا يعني الصوس أو الصوس وحامل الخباز وسمى الجاجة أن هي أمي والصوس أنا فقلتلك طب ليه أمي قدام عم تمشي قال لأنه أمك كانت قائدة وهي اللي ما داني نكبر الحجم شوفتي يعني أدية دورها كبير يعني الأطفال كان عم نتأمل يا عبد الله استنى هاي رسمة طالبة فوق طفل يعني الشكل أنه هي الأم والدنيا أنه هي الأمل والأطفال الثانية أنهم كلهم مسكين إيدين بعض يعني كلهم يتقبلوا بعض ويحبوا بعض وهيك إحنا نكبر ألبنا ونكبر العالم حوالينا لا بعتقد في سورك كمانية نحن ثلاثة بس أحنا ثلاثة هدو حير كتير طيب نايري أنا أتوقف عند نقطة مهمة بس قبل ما نحكي عنها اللي هي كيف أعطوك الثقة بدنا نشوف هيك مختصر صور من نشاطاتك بالجمعية والحملة التوعوية ورح نحكي عن تفاعل الناس بهالحملة خلينا نتابع هون كانت هاي الطفلة طلعت يعني هي بنت سادس ابتدائي بعد المسرحية أنا طلابة تسألت أنه هناك أحد يعاني من أي شيء نظرة المجتمع طلعت حكت عن تجربتها هون وقت السيشن الأسئلة عن المسرحية عن الأبطال عن معناة الطفل فكنت عم بسأل مسانة الطفلة نايري من إيش كانت بتعاني شو كانت أمنيتها هذول البابيت البيضة أمي والشعر الأسود أنا هي كانت تقدي صوت لا 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 شخص تاني شخص تاني وأنا كنت بقدي صوت انت تقدي صوت نايري نايري هون الأطفال عم برسموا عم بيعبروا شو استفادوا الرسالة التي استفادوا من المسرحية هون طبعا كلهم حملين الهدايا طبعا أنا بحب أشكر بشكل كبير الشركات اللي دعمت اللي هي شركة أمنيا دعمتنا كتير وقدمت هدايا للمدرسات شركة تمويلكم قدم هدايا لكل الأطفال اللي حضروا نعم طب نايري إذا بنا نحكي عن يعني لما نتفهم اختلافهم وطبيعتهم والصعوبات اللي بيمروا فيها أتوقع هذا غير كافي في أمر مهم من خلال تنشئتك حلو برضو نلفت النظر إليه أنه والدتك بأحد المرات استحبتك لاختيار الأثاثة وكان فرحتك غير عادية غير عن أي طفل لأنه حسيتي أنتو أنت مش عالة يعني الطفل بالآخر بحس أنه عم بيغلب والدته وهو مسئولية على عاتقها فلما أنت روحتي اخترتي الأثاث حسيتي بنوع من الأهمية ونوع من المسئولية قديش هذا الجانب مهم شوفي أنا بدي أحكي بالشغلة بصراحة إذا ما كان عندي أم شخصيتها قوية وواعية أنا اليوم ما كنت قاعدة اليوم قدامك ولا كملت مدرسة ولا كملت تراثة الجامعية أنا باريحة بخلق القصة نايري يعني بطلع على تفاصيل مش قادرة تقومي من التهت مش قادرة تروحي على المدرسة ما في إشي بحياتك طبيعي ومع هيك أنا قدام شخص صنع فرق بمجتمعه فهذا يعني إنجاز هلأ أنا أقول لك أنا كنت بسجل بالمدرسة شهر بداوم والبقية بمنينة حسين الطبية نايمة هناك مع أمي بس دائما أنا كان عندي إحساس قوي بحياتي يعني أنه ماما كنت بقول لها ماما ليه الله خلقني مريض في أطفال تانين زي بيبكوا بالليل بتوجعوا كانت تحكي الله خلقك مريض أنه عارف أنه أنت قوية وانت رح تقدر تعملي إشي تساعد الناس وأنا كان عندي هذا الإيمان يعني الأم هي نواة المجتمع قبل ما تكون نواة الأسرة هذا إشي مهمة نعرف بعدين بيجي مجتمع الخارجي إذا الأم تفهمي أطفالها أخوتها التانين رح يتقبلوا الطفل يعني أنا ما كنت بنزل بالعب بتذكر كان أخوي بيجي بركض من المدرسة كان بجيب ألعاب من سوق البخاري كنت أنا نايمة ما بقدر أتحرك بالجبسين هو كان بعد على الأرض يلعب بذالي بقول يشوف يشوفي أنا مع العب بذالك أختي كانت بتجيب لي ستوريز يعني مثلا أنا لغة الإنجليزية طريت أروح لمدارس غير أهلية لأنه ما تقبلوا حالتي يعني أنا بتذكر يوم الأيام إحدى المديرات المدارس الأهلية قالت لأمي أنه طلعي بنتك من مدرسة نحطيها مدرسة إعاقات عقلية ماما كانت كتير تتعذب وموضوع خضعتي لعملية وصورت تكرهي كمان القطب الموجودة ورسمت لك عليها يعني قديش شي كمان رغم الألم بتجمل لك المرض شوفي هاي قصة القطب يعني أنا لهلأ ما بنساها أيام التمانينة لكن في التاتو ماما طلعت رسمت لورود بس أنا كنت دايما بشوف ماما قدامي مبسوطة وقوية يعني كانت تعطيني بوش مش طبيعي بحياتي بس أد ما كانت تعطيني بوش قدامي عشر أضعافها كانت ضعيفة من وراي طبعا طبعا يعني هلأ لما أنا كبرت صرت أحس شو معنى الأموم شو أدي فيها أنا مواجعة نايري لو نحكي سريعا لأنه ما ضل وقت عن الإعلاجات يعني الأطفال اللي بيعانوا من هذا المرض موضوع العلاج الطبيعي أو الخضوع لا متابعة قديش بساعد بالحالات وإذا في الأردن مهيئ أو من خلال كمان الحملة من خلال جماعيتك بتقدموا هذا النوع من العلاجات والتسهيلات هلأ أحنا العلاجات خليني أحكي لك أول ما يتم تشخيص الطفل يعني كل ما كان تشخيصه مبكر كل ما أحنا نتفادئ أنه يأثر على العيون على المطاصل وعلى الكيلو وعلى كل هاي الأصاص في التشخيص المبكر يعني خلينا نحكي لك phase of treatment بحقته للطفل المصاب بحالة أنه جسمه ما استجاب دايما بنقوله للphase التاني فيه هلأ الأدوية جدا متطورة اسمها الأدوية البيولوجية لكن مكلفة جدا المواطن الأردني اللي عنده هاي المعضلة اللي بحياته بقدر يستفيد من إعفاءات ديوان الملكي أو وزارة الصحة ولأ احنا كجمعية عم نحاول تبارتنر وزارة الصحة إنه يصير توفير هاي الأدوية شوي أبسط بدون هالبروتوكولات التعائدية خصوصا المصاب إنه مصاب مفاصل صح ما بقدر يقعد يوقف على الطبور ولا بقدر يجيو يروح الطبور هذا وشوي بصراحة يعني بحكي إنه أنا الوزارة كتير عم تعمل complicated هذا الأصاص عم بتعقد الموقع كتير عم بتعقد هاي الأصاص هاي بالنسبة للعلاجات لازم الطفل دايما يتواصل أهل الطفل مع دكتور عيون حتى يتفادى يصير عنده مشاكل فقد البصر وإلى آخره رسالة ايش بتحب توجيها عن الحملة عن الجمعية أو حتى عن المرضى المصابين المرضى المصابين يعني المصاحية بتحكي إنه لا يأسى مع الحياة والإرادة قبل كل شيء والإرادة المستحيل المهم إن الإنسان يكون عنده هدف بالحياة رسالة بوحب أوصل للمدارس إنه أي طفل عنده أي مرض بغض النظر سواء ظاهر على أو مش ظاهر خلي يعدوا مع الأهل يكون فيه تواصل يعرفوا هادا الطفل إيش الأشياء اللي بدايقه بالصف وإيش اللي بتجنبه الدلع دانا أنتبهي مش الحل الدلع بخرب الطفل وإنه طول الوقت إنتي تعملي كل إشي لطفلك بردو مش رحس بالمسؤولية والأهمية ولا رح يحس كمان إنه بكرة إنه ماما وبابا إذا راحوا عن الحياة بدي أعتمد على حالي هذا الشيء اللي بحب أوصلها أحنا كجمعية تعرفين نعمل يصير في عندهم إنتيجريشن بالمجتمع نعمل تعاون مع عزارة الصحة لتغيير بعض القوانين اللي بتخدم المريد بتحسي من خلال جامعيتك وهي مسمى كمان وردة الأمل على اسم والدتك الله يعطيها طولة العمر بالفعل إنكم يعني قدرتوا تصنعوا فارق من تجربة شخصية دائما بنحكي ربنا بيمنح القوة ولإنك قوية أعطاكي هاي التجربة اللي أنت نجحت فيها نايري مركينيان شكراً لحضورك شكراً لك دارم شكراً للتليفزيون شكراً لك